ارهابوا الاخوان تاريخ الاخوان يثبت انهم اهل تكفير وتفجير ولو كذبت توكل كرمان والى تويتر السعودية اتفاعل المغاردون مع شاب سعودي رفع قضية على مذيع امريكي شهر به واتهمه بالارهاب والتورط في تفجيرات بوستن الاخيرة على الرغم من انه كان من مصابي الحادث الخطوة ايدها المغاردون بقوة لثقته وحرصه على الحفاظ على سمعته وابناء بلده من هذا الاتهام هذا هو الجانب المشرق من الابتعاث الذي انتقده الكثير بحجة التغريب الابتعاث والتغريب قضية اثارت جدلا اخر في السعودية عبر هاشتاغ جديد بعنوان زيارة المشايخ لبيان خطر الابتعاث وذلك بعد ان قام عدد من رجال الدين بالمطالبة بالغاء فكرة ارسال الطلاب للدراسة بالخارج دعينا وزارة التربية والتعليم باعادة النظر في مسألة الابتعاث التي تشكل خطرا على الابناء في رأيهم ما قبل باستنكار ورفض كبير بين المغاردين معتبرين ان الجهل هو الخطر الحقيقي على المجتمع بالرغم من تأييد البعض للفكرة يحرمون ذهاب ابنائنا لطلق العلم ويحللون ذهابهم للتفجير والتدمير ونكاح الجهاد واخيرا الى امنيات المغاردين عبر هاشتاغ بعنوان تغريدة ودك يجي يوم تغردها انا بطريقي الى القدس الحمد لله وصلت بالسلامة من كوكب بلوتو بعد اجازة من كوكب الارض مدة عشر سنين مبروك يا حريم بنسوك واخيرا اتمنى ان اغرد بان العالم العربي يعيش في حالة مستقرة والهدوء والفرح يعم دوله